بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري وأيامكم سعيدة بولادتي ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا ضامن الجنة سلام الله عليه وعلينا دائما وأبدا أن نؤمن كل الإيمان بأنه ليس من أخلاق سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه وليس من سيرته أبدا أن يقف اليوم أحد على بابه يلتجئ إليه فلا يلجئه أو يستغيث به فلا يغيثه أينما كنت نأدي يا علي بن موسى الرضا دعاء ورد في كتاب مهج الدعوات ومنهج العبادات للسيد بن طاووس رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة مائتين ثلاثة وخمسين رجان استمع رجان استمعي كيف أن الإمام الرضا سلام الله عليه يحثنا على قراءة هذا الدعاء في كل مرة وسوف تتحقق أمنيتك كل ما تقرأه ورد هذا الدعاء كما قلنا في كتاب مهج الدعوات عن يونس قال سألت سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا سلام الله عليه أن يعلمني دعاء أدعو به عند الشدائد ولقضاء حاجاتي فقال لي يا يونس تحفظ ما أكتبه لك وادعو به في كل شدة تجاب وتعطى ما تتمناه ونحن نعرف جيدا بأن تحقيق الأمان من الصعب جدا لأنها أمنية لأنها أمنية نتمناها ولكن هذا الدعاء هو ماذا هو من سيحقق كل أمنية لك وكذلك يكشف عنك كل شدة فقال له الإمام الرضا عليه السلام يا يونس اكتب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن ذنوبي وكثرتها قد أخلقت وجهي عندك وحجبتني عن استبهال أو عن استيهال رحمتك وباعدتني عن استيجاب مغفرتك ولولا تعلقي بآلائك وتمسكي بالدعاء وما وعدت أمثالي من المسرفين وأشباهي من الخاطئين وأعدت القانطين من رحمتك بقولك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وحذرت القانطين من رحمتك فقلت ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ثم ندبتنا برأفتك إلى دعائك فقلت ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إلهي لقد كان ذلك الإياس علي مجتملا والقنوط من رحمتك ملتحفا إلهي لقد وعدت المحسن ظنه بك ثوابا وأعدت المسيء ظنه بك عقابا اللهم وقد أمسك رمقي حسن الظن بك في عتق رقبتي من النار طبعا سوف نكمل الدعاء في صندوق الوصف إن شاء الله تعالى وهو دعاء يعني قليلا طويل ليس بالطويل ولكنه له طول قليل جدا فإذا لم يكفي صندوق الوصف فإن شاء الله تعالى نضعه في التعليقات وفي خدمتكم فرجاء رجاء اقرأ هذا الدعاء المبارك في هذا اليوم وفي كل يوم من أيام حياتك والضامن هو الإمام الرضا سلام الله عليه يقول بنص العبارة ادعوا بهذا الدعاء في كل شدة تجاب وتعطى ما تتمنى لذلك علينا أن نثابر على هذا الدعاء ونجعل منه أسلوب حياة والأخوة والأخوات الذين يسألوننا دائما عن أرقام تفسير الرؤية والأحلام في خدمتهم دائما إن شاء الله هما رقمان لا ثالث لهما الأثير 0786-717-82-55 ورقم الآسية 077-600-266-73 وأنوه دائما لكل من يريد أن يأخذ مقطعا من قناة صباحات ولائية أمين محمد عليه أن لا يغير فيه ولا حرفا واحدا لا يغير بالصوت ولا يغير بالكلام ولا يغير بالصورة أبدا ولا ينقص حرفا وإلا ليس له براء الزمة وما يعمله حرام إن كان يدعي التدين أو هي تدعي التدين وخصوصا أبو علي من النجف أو سيد وسام من النجف أو أبو علي الكلاب هذا ليس له براء الزمة مطلقا أن ينقل أي مقطع من مقاطع قناتنا سواء كان قديما سواء كان حديثا حرام عليه أن يأخذ أي مقطع من المقاطع وإن لم يغير فيه شيء لأنه مع الأسف يجيب المتابعين نيابة عنه ويوهمهم بأنه يعرفني وهو لا يعرفني ولا أعرفه مطلقا حساب وهني باسم أبو علي من النجف أو ابن النجف إلى غير ذلك وأتمنى يعني أتمنى بأن الله سبحانه وتعالى يهديه من أكل الحرام على كل حال برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام موسيقى